بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والله وليت انتعمدنا باش نعمل جواب على الأسئلة بالفيديو باش نشوفوا يعني فما ناس كيش تتصرف مثلا هذا اخونا ميزيكا شنو يقول هنا نفس المشكل بالضبط شيخص ما نعرش شفت يعني انتوا هلا بتجاوبوا ما تعرفش كيش جاوب عن هذية يرعش مخلوها من عم مختار وسنندر واحد طفل مسكين عرف رأسه معا من يتكلم الله يعطيك صحة يرحم والديك شكرا الله يبارك فيك خاف مني الموتور يعني الله يبارك فيك شكرا يرحم والديك يا قيس أعتقد أنه يوجد سيكون كلير سلام أخي أنا عندي سيارة لنوميغان سينيك نين فين نلقى الفيزيبل ديال الشفاج مخدمش مرقم أخي شوف يزمك بالنسبة للبوات فيزيبل صعيب يسر وشي يكون فيها الشفاج لأن الأغلبية يكون من القطعة اللي هي ريليها اللي انت تفرجت عليها ولا من مطور نفسه وحرك نفسه متاع الشفاج متاع المطور الدخلاني إنما أنت بخسرت شيء تجبد البوات فيزيبل اللي هي فسط السيارة هذيك وتلقى فيها مروحة ومدير فيها مروحة مروحة دخلانية ومروحة برانية تشوفهم واحد واحد هذيك العملية اللي بتتوقع تستنى يكون بشي أعطيك رقم الفيزيبل صعيب شوية وإلا تمشي البوات فيزيبل لحظة البطرية كيف كيف تشوفهم واحد واحد هكذا كان نعملوا حنا روحة تصنيعية سلام أخي أنا عندي سيارة يوم هجان سينيك نلقى الفيزيبل لديها اللي تشوفها هين هو نفس السؤال يا رحم والديك يا رحم والدينا والديك يا لسا عم مختار السلام عليكم عليكم السلام سعر محرك 1.9 اليوم لا سعرني أولا نجيب المحركات ونحطها في المحل والأسعار دي ما في طلوع يعني رهيب دعمت تزيد وصلت لي مشكلة مع الديوانة لأنني ضيعت الفوترات الفوترات متع الحركات الموجودة عندي في المحل وليت ما عايش نجيب إلا بالتوصية يعني بالحدي بصيني يجيب سيارته ولا يجيب لي عربور نحضر المحرك في وقت يعني من غير ما يسألني قداش قداش لأنني ما نعرفش إلا في حالتها وقت اللي يجي عندي للمحل وقتها نجل نقدر نسأله بالتاليفون أحيانا يجاوبونا وأحيانا لا خلتكثرنا عليهم السؤالات معاش يجاوبونا السلام عليكم يا مختار عم وقته السعر نفس الشيء هو نفسه الله يرحم والديك ويبرك في صحتك يا عم مختار يرحم والديك برك الله فيك زياد يرحم والديك والدينا At theת زياد برك الله وفيك بركة فيك أخي كريم شكرا برك الله فيك يا مراد يرحم والديك جتوي ما يقصد بجتوي أختصر لخاطر الله سبحانه الأخوان المصريين والمغربة إذا يشرحوني الزراد الساعة التي تنتظر بالله تعرف ما هو الموضوع والله يشوف إنساني ليس الاختصار هو الفائدة تفهم المشكلة هو الفائدة لأن الاختصار أحيانا ما يجيبش فائدة وأنا شخصيا ما نتعملش التطوير ليش لأن ساعات ساعات هكا نستمر في الشرح نسرح هكا في الشرح ننسى روحي نحب نوصل المعلومة أكثر ما يمكن هذا القصد لغتنا مفهومة بالخصد نحن في تونس لهجتنا مفهومة جدا وفرق شوية بركة في قطع غيار أحيانا ننطقوها بالفرنسية فقط شكرا أفضل محرك هو محرك أول الهجدي هم مترات يعني نقول ليش كون أفضل محرك الكياوة ولا محرك البيجون هم كل واحد عنده ميزاته وعنده كيش قولها سيئاته يعني ما تنجمش تقارن الأفضلية ما تنجمش تعملها ما تنجمش تفهم أنا ولي أفضل من صاحب لأن كل واحد عنده ميزات كل واحد عنده سيئات نفس الحكاية صارلت مع كاتسونسيس تاعي لكن لا فيش تاكيماتر خيطها تاعزوج خيوط كيف الوضاية تاعهم بارك الله فيك ما نشف شنو يقصد عنده وفيش يمكن كل ما قلته غير صحيحة وانا ما اعلم هم هذا كانت تجاهت كلها مع السيارة ما نعطيها لك أنا أخذت كل السيارة وسيارتها نفس السيء بالنسبة لي بالنسبة لمطور نيترو عمختار ما نفهمش ما معتها يقول نفس الشيء ما نعرش بومبوها التعبنزيك تكون ضعيفة تدير المشكلة والله أعلم ما كل ما قلته غير صحيحة الله نتعلمه منك أعطينا الصحيح مغير صحيح والله منكم نتعلمه حتى واحد في المية لا كل ما قلته مغير صحيح حتى واحد في المية لا يا رسول الله سبحان الله يا ربي يهدينا إن شاء الله أظن أنه لازم الخشب يكون عريض وإلا ممكن يتيح بالنسبة للفصال تحت يعني أنت والمكان تقدر أنت والمكان تقدر تقدم له حتى حرف النص بشيء يشد في في البودكاست متع السيارة من اللوطة أنت والمكان مؤكد كيش ما عندك موتور 1.8 السونس عم اختار بك الله وقل لي كيما قلت لكم من الموتورات ما عاش نعطي الأسوام ولا ما عنديش اللي حبي وعنده ثيقة فعم مختار يجيب السيارة ما غير ما يسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شحال السعار كيف كيف من السعار كيما قلت لك هذا النظام يعمل على تنظيم الضغط للزيت يعمل بالموازات مع الشاسي بعد يعني إذا كان الشاسي ثقيل يعطي ضغط كبير للعجلات الخلفية وإذا كان وزن خفيف يعطي ضغط أقل صحيح شكرا وبرك الله فيك على توضيح أخونا يحكي على الريبرتيتر بتاع الفرعام التالي الله يرحم والديك عم اختار وبرك الله فيك يرحم والدينا والديك شكرا ماذا بي ننطق لأسامي متاعكم لكن ما هيش ما تكتبوش في أساميكم ما عارش هذا يا محمد ماذا يكون السبب صوت التقطقة في محرك نوع البنزين ماذا قلت لك نحب نعمل فيديوهات قراءة التعليقات بالفيديو في أسامي كم هذا سبب التقطقة في محرك نوع البنزين يعني انت تقطق على النواع النواع متعدد تقطقة يعني انت محرك انت تسمع فيه عندك انت انا بنتكيش عليه شو متاعك تخلي فيه انت على الفرضية انت على البياس اللي تتبدل وحدها ولا لا مش ما عشها وشوفوا السؤال الآخر هذا كيف كيف مفيش يا يعدي اسمعوني اسهل حاجة اللي عنده مشكلة في سيارة ويصور لي المشكلة فيديو رأيني نعاون اكون حلك مشكلتك بالفيديو رأيو ساهلة عندي انا ساهلة انت تقول تسألني هيك انا ما نفهمش السؤال وانت ما توضح لي وانت مت متكدرش تبلغ لي المشكلة متاعك نقعدوا حيالين ما نعملو شيء نبعث لك فيديو ممكن تعاوني برك الله فيك نعم نعاون وما عندي شمزية هو نفس السؤال دايما انا عبرت لك فيديو يابعث فيديو مش مشكلة نبعث لي على الواتساب انا عبرت لك اللي امتاعه الله يبارك فيه الله يبارك اجابة مقنعة شكرا ان يرحم والديك ان شاء الله سوف نكون فهمين الناس كل حاب نحط دومي موتور 1.4 على كلاس 1.1 هل هذا ممكن وهل القوة المحرك تزداد شوفته يعني هو يحكي على سيارة عنده يحب يحط نص محرك على 1.4 يشين سيارة الله اعلم شنو المحرك الله اعلم شنية نوعية ما تفهمش الله يعين يعينك على مختار شكرا برك الله فيك يا اسم مع هذا العباد شكرا من المفروض واحد يبعث لك فيديو صامت ما فيه حتى معلومات مش رحش عليه ولا تحطه في القناة لان بعض الناس مش حابة تفهم ان شاء الله ربي دينا ان شاء الله ربي فهمنا بالله من يجتهد حتى مش ناخذ الاجر الاجر على جد الصبر مش كاكرة مش سايبة كيف اعرف انه اعطلان ما هو هو يقصد الفيديو هذا حساس بلف التبخير لكن انا حيانا هو يبدأ الفيديو واضح قدامي لكن مش نرجع نتفرج على الفيديو ما نقدرش اذا توضح لي شو الانت عطلان مش نوع السيارة متاعك لو انا احكي على الفيديو انا متاع غولف هو شو اللي يحكي عليه الله اعلم انا اخي عندي مشكلة لفران اليد مكوانسي تبعث نبعث فيديو ديلك وقلت حل الفران اليد ما فهمتاش شكرا ابعث